اشتركوا في القناة اخوة الكرام فما يزال مجلسنا المبارك هذا منعقدا من رحاب البقعة المباركة وجنبات المسجد الحرام في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة التي نواصل فيها حديثنا ومدرستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين بن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه وهذا المجلس الذي نكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما نرجو به مزيدا من اغتراف الخيرات والبركات المودعة في هذه الليلة المباركة في جوف الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي وهو القائل صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وما يزال حديثنا متصنا بما مضى ليلة الجمعة الماضية أيها المباركون في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النوع الثالث منها في الكتاب وهي الخصائص المتعلقة بالمباحات والتخفيفات وتقدم أنها قسمان كان الأول منهم فيما يتعلق بغير النكاح والآخر الذي نختمه الليلة في هذا المجلس إن شاء الله من المسائل المتعلقة بالنكاح إذن هي الخصائص في التخفيفات والمباحات المتعلقة بالنكاح ووقفنا عند سابع المسائل في هذا القسم من الكتاب وبه نختم هذا النوع ليبقى لنا النوع الرابع والأخير من أنواع الخصائص النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة في وجوب نفقة زوجاته عليه الوجهان السابقان في المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووي في الروضة هذه سابعة المسائل وفيها قال المصنف رحمه الله في وجوب نفقات زوجاته عليه صلى الله عليه وسلم قال فيها الوجهان السابقان في المهر والوجهان السابقان في المهر هناك أنه يجب عليه المهر حقا لزوجاته صلى الله عليه وسلم كما هو الحكم في سائر الأمة ويقابله الوجه الآخر ورجحه هناك أنه لا يجب عليه المهر صلى الله عليه وسلم فقوله هنا عليه الوجهان السابقان في المهر يعني الوجوب وعدم الوجوب فجعل مسألة النفقة كالمهر لكنه رجح هنا الوجوب تبع النووي خلاف ما رجحه هناك في مسألة المهر وهذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في وجوب المهر عليه قال الرافعي هذا البناء يشعر بترجيح عدم الوجوب فإنه الراجح في المهر لكن قال في الروضة إن الصحيح الوجوب وأقره الإسنوي على ذلك قال العلامة الخيضري وهذا عجيب فإن الخلاف في إيجاب المهر إنما هو في الواهبة نفسها يعني أن مسألة إيجاب المهر وعدم إيجابه إن عقد الخلاف فيه في مسألة المرأة الواهبة نفسها والمذهب أنه لا يجب لها المهر في الحال ولا في المآل قال وقد قدمنا جزم الأصحاب بأنه أبيح له النكاح بلا مهر مطلقا يعني أما مسألة إيجاب المهر فهي غير واجبة بلا خلاف لا يترتب الوجهان وإنما الوجهان في مهر الواهبة لا غير قال لكنه صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه ونص القرآن يدل عليه قال الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن يعني التي تزوجتهن بصداق قال مجاهد آتيت أجورهن إي صدوقاتهن وقال ابن زيد كان كل امرأة آتاها مهرا قد أحلها الله له وروا مسلم في صحيحه عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نشو؟ قال نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه قال فكان ينبغي أن يكون الخلاف على مقتضى هذا البناء خاصا بالواهبة نفسها وقد قال ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدق فإذا كان هذا الحديث بدلالته يدل على أنه كان ينفق مما تركه على زوجاته بعد وفاته وجوبا فكيف لا تجب النفقة حال حياته صلى الله عليه وسلم؟ قال الخيضري فهذا الخلاف فيه نظر ويشير إذن إلى أن النفقة واجبة وإذا ترجح هذا لم تكن هنا خصوصية في المسألة لأن الحكم في شأنه صلى الله عليه وسلم كحكم سائر الأمة في وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن وهو من حقوق النكاح الواجبة بمقتضى العقد الذي شرعه الله جل جلاله بين الزوجين في الإسلام المسألة الثامنة كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة مما شاء ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها المسألة التاسعة وتزويجها من نفسه المسألة العاشرة وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها هذه مسائل ثلاث جعلها المصنف رحمه الله متصلة بجامع بينها وهو تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التزويج سواء كان هذا التولي في تزويج المرأة لمن شاء بغير إذنها وإذن وليها أو كان هذا التولي في تزويج المرأة من نفسه عليه الصلاة والسلام أو كان هذا لتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها فهل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام هي مسائل ثلاثة تولي تزويج المرأة لمن شاء بغير إذنها وإذن وليها أو تولي تزويجها لنفسه عليه الصلاة والسلام أو تولي تزويجها بغير إذنها وإذن وليها وتولي جانب الطرفين يعني المرأة ووليها هذه المسائل التي أدرجها المصنف رحمه الله وجعل الكلام عنها واحدا فيما سيذكره لاحقا نعم إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا كالدليل المشترك للمسائل الثلاث جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم لقوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هذه نص في المسألة قال هذا وجه دلالة يدل على أصل المسألة وهو أولويته صلى الله عليه وسلم بالولاية للمؤمنين على أنفسهم قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهذا يجعله أولى بالولاية للمرأة على المرأة في تزويجها لمن شاء أو في تزويجها لنفسه أو أن يكون أولى من وليها فيزوجها بغير إذنها وإذنه نعم قال الحناطي ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها قلت ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه وقد يجاب عنه بأنه فعل ذلك تطييبا لقلبها كقوله والبكر تستأمر قال الحناطي ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها قول الحناطي هذا مردود بالآية الصريحة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإن قيل يشهد له أنه صلى الله عليه وسلم استأذن جويرية فهل استئذانه جويرية رضي الله عنها في نكاحها دلالة هل فيه دلالة على أنه ليس له أولوية النكاح الجواب إن استئذانه لجويرية رضي الله عنها كان من باب تطييب الخاطر إلا من باب امتناع ولايته صلى الله عليه وسلم على تزويجها والمقصود بحديث جويرية أنها لما وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه كاتبها ثابت على نفسها على تسع أواقل وكانت امرأة مليحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أن يعينها على فكاك رقبتها وسداد مكاتبتها قال أو خيرا من ذلك قالت ما هو قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت وهذا الحديث فيه الدلالة على تطييب خاطرها باستئذانها لا على انعدام أو ولايته صلى الله عليه وسلم وهذا الجواب عن الحديث قال كمثل قوله البكر تستأمر هذا على مذهب من يرى من الفقهاء جواز إجبار البكر الصغيرة في النكاح بغير إذنها وحملوا قوله البكر تستأمر أو تستأذن على تطييب الخاطر لا على الأحقية ولا على الانفراد بالحكم وأن لوليها الإجبار أخذا على هذا المعنى وتأولوا له الحديث قال فمن هذا الباب يقال في مثل قوله لجويرية أتزوجك أو قال عليه الصلاة والسلام أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك ففعل ذلك تطييبا لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ووقع في المطلب للشيخ نجم الدين بن الرفعة أن الرافعي حكى عن الحناطي أنه قال يحتمل أن يقال كان لا يجوز له إلا بإذن وليها قال ولم أر لذلك ذكرا في الروضة بل ذكر الخلاف المذكور في توليه عليه الصلاة والسلام الطرفين هذا سهب منه فما ذكره عن الحناطي لم يحكه الرافعي وإنما الذي حكاه الرافعي ما قدمته ولم يحك في الروضة الخلافة في تولية الطرفين وإنما فيها حكايته في إذنها وإذن وليها كما حكاه الرافعي فتنبه لها نبه هنا المصنف رحمه الله تعالى تحريرا على ما نقله ابن الرفعة عن الرافعي عن الحناطي في سهو لم يحكه الرافعي فتعقبه تحقيقا للمسألة وتحريرا للنقل فيما يتعلق بمذهب فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم أجمعين وقد استدل بعض من كتب في الخصائص للمسألة الأولى التي أوردها المصنفها هنا في تزويج المرأة من شاء بغير إذنها وإذن وليها ولم يذكر لها الرافعي دليلا وكذلك فعل ابن الملقن رحمه الله فغنه قد أدرجها مع المسألتين الأخرين ويمكن أن يستدل لها بما تقدم في حديث الواهبة نفسها ووجه الدلالة فيه أنه قال للذي قال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فإن الواهبة أتت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنها فقال رجل من أصحابه حاضرا الموقف يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة وهذا موضع الشاهد فتأملوا قال زوجنيها قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن ولم ينقل في القصة أنه استأذنها ولا استأذن أحدا من أوليائها ولم يقول هل لها ولي أم لا فإن قيل هذا من وقائع الأحوال قيل بل هذا يدخل في عموم القاعدة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في هذا المقام فينزل منزلة العموم في المقال لقوله زوجتكها بما معك من القرآن ولم يستفصل عن وليها كما تقدم في غير ما حديث كقوله لغيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يفرق بين أن يكن المتقدمات أو المتأخرات فقوله أنكحتكها أو ملكتكها أو زوجتكها على اختلاف الروايات دلالة على أصل المسألة المسألة الحادية عشرة أن المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية أي أحللنا لك نكاحها وكانت تفتخر على صويحباتها بذلك وتقول زوجكنا أهلوكنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري من قول أنس رضي الله عنه ومنع ذلك بعض أصحابنا وقال إنه عليه الصلاة والسلام أنشأ عقدا على زينب ومعنى الآية أبحنا لك نكاحها نعم هذه حادي عشر المسائل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في المباحات والتخفيفات المتعلقة بالنكاح وهو أن المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها في قصة زينب رضي الله عنها زوجناكها أي صارت زوجة لك وأما قول من قال إنه نكحها بنفسه وتأول الآية كما قال المصنف هنا منع ذلك بعض أصحابنا ومعنى الآية أبحنا لك نكاحها فهذا مردود بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس في قصة خطبتها وأنها قامت إلى مسجدها فنزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن كما في صحيح مسلم وبما في صحيح البخاري من قول عائشة وأنس رضي الله عنهما كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكنا أهالي كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات إنما الخلاف الذي يصح أن يقال هنا في المسألة هو الخلاف في امرأة زيد فمنهم من قال الله زوجها منه ولم يعقد وليها العقدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنما زوجها منه وليها وهذا لو وقع لنقل وقولهم كانت المرأة تحل له ظاهره يقتضي التعميم في كل امرأة تزوجها وليس كذلك بل المسألة خاصة بزينب فإنه لم ينقل ذلك في غيرها والعلم عند الله تعالى فإذن هذه أشبه بأن تكون مسألة محصورة في شأن زينب التي تزوجها زيد ابن حارثة ثم طلقها كما في الآية الكريمة وقد نضى في مجلس الليلة الماضية طرف من هذا الخلاف في شأن زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب لما طلقها زيد رضي الله عنهم جميعا فائدة لم يذكر الله أحدا من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة صحيح وهذا هو قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرى وهذا مما يلغز به فيقال صحابي فريد ذكر اسمه في القرآن الكريم دون الصحابة الكبار والآئمة الأعلام كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين لكن ذكر زيد وحده رضي الله عنه باسمه في القرآن وهو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه والذي كان يقال له زيد ابن محمد أحد الأمراء الثلاثة الشهداء في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه تنبيه عد القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها دون الأنبياء عليه السلام من قبله ووجه ذلك أنه لا يعرف في شأن الأنبياء الكرام عليه السلام أن الله عز وجل ذكر تزويج أحدهم لإحدى زوجاته منه سبحانه وتعالى بغير ما جرت به عقود الأنكحة في شرائع الأنبياء السابقين والعلم عند الله تعالى المسألة الثانية عشرة كان يحل له نكاح المعتدة من غيره على وجه حكاه البغوي والرافعي وهو غلط لم يذكره الجمهور وغلطوا من ذكره والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع قال ابن الصلاح قال الغزالي في الخلاصة وهو غلط منكر وددت محوه منه وتبعه فيه صاحب مختصر الجويني ومن شأه في تصحيف كلام أتى به المزني هذه المسألة الثانية عشرة هل كان يحل لنبينا صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة يعني في عدتها قبل انقضائها قال هنا كان يحل له على وجه حكاه البغوي والرافعي وهو غلط فينبغي أن يقال في المسألة لا يحل له عليه الصلاة والسلام نكاح المعتدة والقول في وجه بحل ذلك له غلط لا مريت فيه ولا وجه لتصحيحه البتة وبالتالي فلا مدخل للمسألة في عدها في الخصوصيات إطلاقا هذا الوجه الذي حكاه البغوي والرافعي قال النووي في الروضة هو غلط لم يذكره جمهور الأصحاب وغلطوا من ذكره بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره والدليل على هذا يا كرام على منع نكاحه صلى الله عليه وسلم المعتدة كسائر الأمة التي لا يخالف فيها صلى الله عليه وسلم حكم الله جل وعلا أنه لم ينقل أنه فعل ذلك بل نقل عنه خلافه ففي حديث صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وقد تقدم ليلة الجمعة الماضية أنه لما نكحها عليه الصلاة والسلام سلمها إلى أم سليم وفيه وأحسبه قال تعتد في بيتها والحديث هذا بلفظه في صحيح مسلم يعني لما سلمها إلى أم سليم تصلح من شأنها وتهيئها جعل من تمام ذلك ومن مقاصده أن تقضي عدتها وعدتها حيضة إذ كانت جارية في السبي قال وفي الصحيح أيضا أنها لما بلغت سد الصحباء حلت فبنا بها كما في صحيح البخاري ما معنى لما بلغت سد الصحباء حلت يعني انقضت عدتها فهذا آكد في أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينكح امرأة إلا بعد انقضاء عدتها فبطل الوجه بالقول بالجواز بالكلية ثم كيف يكون هذا والعدة للمرأة هو الاستبراء الرحم وضعا لدفع اختلاط الأنساب وإنما كان ذلك في المسبية من نساء أهل الحرب في صفية رضي الله عنها فكيف بمن عليها عدة الزوج من أهل الإسلام إذن هو آكد ويضطرد مثل ذلك في المسألة قال المصنف قال الغزالي في الخلاصة هو غلط منكر وددت محوه منه يعني أن المسألة لا وجه فيها للقول بالصحة من وجه ما فوددت محوه منه ومن شاء ذلك تصحيف كلام وقع نقلا على الإمام المزني لا وجها لألفقها ولا يتخرج على شيء من القواعد ولا من الأدلة رحم الله الجميع المسألة الثالثة عشرة هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على أن المخاطبة هل يدخل في الخطاب يعني هل يدخل المتكلم في خطابه لأنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فالمعنى لا ينكح أحد هذه المسألة الثالثة عشرة هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وذلك لأن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها في الحديث الذي أخرجه البخاري عن حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وفي حديث أبي هريرة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها هذه الأحاديث وغيرها فيها التقرير العام الذي نهي فيه عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكذا بين المرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها لأنها عمتها من تلك الجهة أو خالتها كما تقدم ووجه ذلك أنه لو قلنا باستثنائه صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم كان هذا من خصائصه وإلا فلا فانظروا كيف أتى المصنف للمسألة بصيغة الاستفهام لا بالجزم بالحكم قال هل كان يحل له ثم قال بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب أما المسألة فنعم يدخل المخاطب في خطابه أو المتكلم في عموم خطابه إلا ما استثنية فإن كان نعم فيحتاج إلى دليل يعني إن كان يحل له الجمع يحتاج إلى دليل وعندئذ فهذه المسألة كما في الصحيحين في الحديث كما تقدم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي لفظ لأصحاب السنن أبي داود والترمذي والنساء لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها فهذا لا يدخل فيه استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جميل كلام بعض فقهاء الشافعية ومما ذكره بعض فقهاء الشافعية في جميل قولهم هذه المسألة من الكلام في الخصائص بالاجتهاد وهو باطل لما؟ قالوا لم يقع مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره جمهور الأصحاب والرافعي إنما نسب ذلك إلى خط بعض المفتين نقلا عن ابن القطان ومثل ذلك لا تثبت به الوجوه فالصواب القطع بالإبطان هنا والله أعلم فإراد هذه المسألة يا كرام كما في السابقة في حل نكاح المعتد لا يثبت به دليل وإراد من أورده في الخصائص غلط محظ وهو أحد محامل إنكار بعض الفقهاء كما تقدم في صدر الكتاب محامل بعضهم في الإنكار على الكلام في الخصائص وأن التوسع فيه باب يدخل على وهم وغلط والكلام في أمور باطلة لا يثبت بها دليل وفيه شيء من التعدي على مقام النبوة في زعم بعض القضايا خصوصية له صلى الله عليه وسلم وهي في ظاهرها مناقضة صريحة لأحكام شرعية محكمة ثابتة قطعا والله أعلم المسألة الرابعة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الأختين لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وفيه وجه حكاه الحناطي وهو باطل قطعا فقد ثبت في الصحيح عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيانة؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها قال أوتحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي نعم المسألة الخامسة عشرة المسألة الخامسة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها وفيه وجه بعيد حكاه الحناطي هاتان المسألتان جزم فيها المصنف جزم فيه من المصنف رحمه الله بالقطع بعدم جوازه بعدم جواز المسألتين لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا فلما عدها في الخصائص وإرادها هو لدفع الوجه المستغرب المحكي عن الحناطي في المسألتين كلتيهما ما هما الجمع بين الأختين أو الجمع بين الأم وبنتها أو المرأة وأمها في النكاح وكل ذلك باطل ودعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يصح بل يعارضها الدليل الصحيح الصريح لأن خطاب الله يتناوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم فلا خصوصية والوجه البعيد الذي حكاه الحناطي في جواز جمعه بين الأختين وبين الأم وبنتها باطل قال العلامة الخيضري لا تحلوا حكايته إلا لبيان فساده لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم الجمع بين الأختين عليه صلى الله عليه وسلم وبتحريم نكاحه بنت زوجته المدخول بها كما دل هذا في حديث واحد ما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن زينب بنت أم سلم أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انكح أختي عزتا فقال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحق من شاركني في خير أختي فقال فإن ذلك لا يحل لي هذا الجزء من الحديث فيه دلالة على عدم جواز الجمع بين الأختين فانظروا إلى تتمة الحديث ونقاشها رضي الله عنها قالت يا رسول الله فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلم فقال بنت أبي سلم قلت نعم الآن درة هي بنت أم سلم ولونك حهال جمع بينها وبين أمها فجمع الحديث المسألتين المحكيتين هنا وكان جوابا صريحا بمنع الحكمين في حقه صلى الله عليه وسلم قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلم فقال إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي إن ابنة أختي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبية ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال العلماء الظاهر أن أم حبيبة رضي الله عنها لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم إباحة ذلك قال الحافظ بن حجر والاحتمال الثاني هو المعتمد يعني أنها ظنت ذلك من خصوصياته فتكلمت به قال والأول ويدفعه سياق الحديث وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى لأن الربيبة حرمت على التأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط فأجابها بأن ذلك لا يحل وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق وأنها تحرم عليه من جهتين جهة كونها ابنة أخيه من الرضاع وجهة كونها ابنة زوجته فتكون ربيبته قال القرطبي هذا فيه تعليل الحكم بعلتين والمقصود من ذلك أن هذين الوجهين المحكيين في المسألتين عن الحناطي باطل ووجه البطلان معارضتهما للحديث الصحيح الصريح في المسألتين كلتيهما وقد استدل المصنف للمسألة الأولى وفي تمامها الاستدلال للمسألة الثانية أيضا والله أعلم المسألة السادسة عشرة أعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس نعم هو في رواية البخاري من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتقي وقال البيهقي روي من حديث ضعيف أنه أمهرها فذكره وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك ولكن أعلها ابن حزم بيعقوب بن حميد بن كاسب وهو مختلف فيه لا كما جزم بتضعيفه هذه المسألة السادسة عشرة وهي الواقعة في خاتمة مسائل هذا القسم من الأنواع الأربعة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قوله أعتق صفية وتزوجها أين الخصوصية؟ أن يكون العتق صداقا أن يكون العتق صداقا أو أن يتزوجها بلا مهر ويقع الصداق موقع المهر فدل هذا في حديث صفية رضي الله عنها أنه تزوجها وجعل عتقها صداقها كما في حديث أنس وفي حديث أبي موسى معلقا عند البخاري أعتقها ثم أصدقها فإذا قلت أعتقها ثم أصدقها دل على أن العتق وقع أولا ثم وقع الصداق مهرا فكان مستقلا عن العتق والمسألة المنعقدة وفي جمهور الأمة أنه لا بد من المهر والسؤال هل يجوز أن يقع العتق للجارية مهرا لها ليتكون حرة فيكون العتق مهرا لها في صداقها الذي عليه الآئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي عدم جواز ذلك فإن استدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجواب ما سيأتي ذكره أن الرواية محمولة على ما ذكره البخاري تعليقا أعتقها ثم أصدقها لأن العتق ذاته كان صداقا وإن أجيب بجواب آخر فيقال هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فيما ذهب أحمد وعدد من فقهاء الحديث إلى جواز ذلك وثبوت فعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه لأمته ودليلا على مشروعيته في الصحيحين إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عند البخاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها قال ثابت لأنس ما أصدقها وهذا سؤال صريح في محل المسألة قال أنس نفسها قال ما أصدقها قال نفسها فأعتقها فهذا نص في المسألة يرويه أنس أن الذي وقع مهرا في مكاح صفية هو عتقها نفسه رضي الله عنها وأرضاها قال البيهقي يروي من حديث ضعيف أنه أمهرها إذن النص على المهر ودفعه في حديث ضعيف ذكره البيهقي وفي رواية من حديث ابن عمر أن جوائرية وقع لها مثل ذلك وأعلى بن حزم أيضا فإذن هنا خلاف ما معنى قوله أعتقها وجعل عتقها صداقها نعم واختلف أصحابنا في معنى أعتقها وجعل عتقها صداقها على أربعة أوجه وبناء على هذا الاختلاف بين الفقهاء في تفسير لفظ الحديث أعتقها وجعل عتقها صداقها اختلفوا في دلالة الحديث على المسألة هل يكون العتق في ذاته مهرا كافيا في الصداق في نكاح المرأة أم أنه عقد مستقل عتقت فأصبحت حرة ولأنها حرة وجب لها مهر المثل كما يقرره جمهور الفقهاء فهذا مبني على خلافهم في تأويل لفظة الحديث أعتقها وجعل عتقها صداقها واختلف أصحابنا في معنى أعتقها وجعل عتقها صداقها على أربعة أوجه أحدها أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف غيره وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك نعم هذا الوجه الأول أعتقها بشرط أن ينكحها إذن فيكون النكاح عقدا مستقلا وهذا يلزم فيه المهر لأنه يقتضي إنشاء عقد فلا يكون العتق ذاته صداقا نعم ثانيها أنه جعل نفس العتق صداقها وجاز له ذلك بخلاف غيره وهذا ما أورده الماوردي وهذا الذي يعد به خصوصية أنه جعل نفس العتق صداقها وهذا ظاهر لفظ الحديث ويؤيده صريح إجابة أنس لثابت ما أصدقها قال نفسها فأعتقها وعندئذ سيقال إذن ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم يقال نعم فإذن يقال هل يثبت هذا في حق الأمة ها هنا الخلاف فجمهور الفقهاء على أن ذلك لا يثبت للأمة وأحمد رحمه الله في رواية وبعه كعدد من فقهاء الحديث أن ذلك يجوز للأمة تبعا له إذ لا دليل على الخصوصية فيما ذهب الجمهور إلى اختصاصه قال وجاز له ذلك بخلاف غيره وهذا ما أورده الماوردي في تفسير اللفظة نعم وثالثها أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد قال النووي في الروضة وهذا أصح وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكله إنه أصح وأقرب إلى الحديث وحكي عن أبي إسحاق وقطع به البيهقي قال أعتقها مطلقا قال ابن الصلاح فيكون معنى قوله وجعل عتقها صداقها أنه لم يجعل لها شيئا غير العتق فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا وهو من قبيل قولهم الجوع زاد من لا زاد له الجوع زاد من لا زاد له وهو في حقيقته ليس زادا لكنه كناية عن أنه يقوم مقام من لا زاد له لأنه ليس له إلا الجوع فيكون معنى وجعل عتقها صداقها أنه اكتفى بعتقها ولم يجعل لها صداقا وعندئذ سيكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر فكان العتق مستقلا وكان عقد النكاح مستقلا لا مهر فيه لا أن العتق وقع صداقا وهذا كله كما قلت لكم هو من قبيل خلاف العلماء ودقتهم في الفهم والاستنباط في دلالة لفظ الحديث على المعنى المشار إليهم وكذلك قولهم الفقر زاد من لا زاد له وهذا الوجه الذي رجحه النووي وقال في شرحه لمسلم إنه اختيار المحققين قال القاضي أبو الطيب في تأويل الحديث وجعل عتقها صداقة قال هو من لفظ الراوي لما رآه تزوجها بلا مهر ظن أنه جعل عتقها صداقها فجعلوا لفظ الرواية في حديث أنس أنه اجتهاد منه رضي الله عنه بناء على ما رآه وقد كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر وإلى هذا ذهب بعض فقهاء المالكية كابن المرابط ووفقه جماعة ويتأيد عندهم برواية البيهقي الماضي ذكرها لكنها ضعيفة عن الصفية أنه أعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة فجعل جارية لها مهرا لكن ذلك لا يصح وإن كان ضعيفا فيه تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقا بل أعتقها وأعطاها مهرا رزينة إن صح هذا لم يحتج إلى جواب لكنه لا يصح فإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة بل يعارض هذا التأويل الذي رجحه النووي وعدد من الفقهاء كابن الصلاح وغيرهم وابن إسحاق وابن أبي إسحاق وقطع به البيهقي ما أخرجه الطبراني من حديث صفية نفسها قالت أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي فهذا يؤيد أن لفظة أنس وجعل عتقها صداقها لم يكن مجرد اجتهاد كما ذكر غير واحد بل هذا دلالة على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أن العتق نفسه وقع صداقا لصفية رضي الله عنها وأرضاها ويبقى الخلاف هل هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أم يتعدى الحكم إلى الأمة رابعها أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به وهي مجهولة وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول حكاه الغزالي في وسيطه هذا على القول يشبه القول السابق أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها فوقع النكاح مشروطا بالمهري لكنه غير محدد فكان مجهولا وتغتفر الجهالة في المهر في شأنه صلى الله عليه وسلم نعم لنا وجه في صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا وهو يرد قول الغزالي في وسيطه فيه خاصية بالاتفاق إلا أن يكون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا قال ابن حزم ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة يعني أعتقها وجعل عتقها صداقها فعلى قول ابن حزم ومن وافقه ليس في المسألة خصوصية له عليه الصلاة والسلام نعم وكذا قال الترمذي فإنه لما أخرج الحديث المتقدم قال حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق قال والقول الأول أصح هذا تعليق الترمذي رحمه الله على الحديث في جامعه وقد أورده المصنف هنا وعز القول فيه للشافعي وأحمد وإسحاق والمستغرب في هذا النقل عن الإمام الترمذي كما حكاه غير واحد أيضا هو نسبة هذا القول إلى الشافعي في مذهبه ولهذا تعقبه بعضهم بقوله المعروف عند أصحابنا عدم الصحة لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الذي ذكره الغزالي في الوسيط المتقدم قبل قليل في الوجه الرابع من معنى وجعل عتقها صداقها لا سيما نص الشافعي على أنه من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به لكن يلزمه قيمتها لأنه لم يرضى بعدقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى عليه وعليها قيمتها فإن اتحدى تقاص لكن الإمام أحمد وابن حبان وابن حزم ذهبوا إلى عدم الاختصاص كما تقدم هنا وهو قول عدد من فقهاء السلف كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس والزهري ومن فقهاء الأمصار أبو يوسف والثوري وأحمد وإسحاق وتقدم قول ابن حزم في قوله سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل ذلك هذا كان نص في المسألة يا كرام وهو الذي نصره عدد من الفقهاء كابن القيم في زاد المعاد فقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها فصار بذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة قال وهو الظاهر من مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث وقال طائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الآئمة الثلاثة ومن وافقهم قال ابن القيم الصحيح الأول قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله بعد إراد حديث أنس أعتقها وجعل عتقها صداقها قال وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث قال ابن حجر هذا يعين موضع الإشارة فيما تقدم من الكلام هو مذهب أحمد قال الحافظ أجاب الباقون على الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها وعلى كل فظاهر الحديث إذن أنه أعتقها وكان العتق صداقا لكن يبقى السؤال هل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام إن قلت نعم يحتاج إلى دليل فقالوا الدليل هو تأويل الحديث على أن العتق كان مشروطا مستقلا وكان مشروطا بالنكاح والنكاح له مهره ولم يسمى لكن ذلك مغتفر في شأنه عليه الصلاة والسلام ومن سمعت من الفقهاء سلفا وخلفا ونصره ابن القيم وغيره قالوا بل هو حكم ثابت وسنة جائزة إلى يوم القيامة كما قال ابن حزم رحم الله الجميع قال والقول الأول أصح وقال ابن حبان من أصحابنا في صحيحه فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه ثم ساق حديث أنس السالف خاتمة ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها قال النووي في شرحه لمسلم في باب فضل الغزو في البحر اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالته لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار هذا كلامه وما ذكره من الاتفاق على أنها كانت محرما له فيه نظر ومن أحاط علما بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهما وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء مفرد وقال خاص بأم حرام وأختها أم سليم خاص يعني جواز دخوله عليه الصلاة والسلام عليهما وقد ذكرت ذلك عنه في كتابي المسمى العدة في معرفة رجال العمدة والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيقال كان من خصائصه الخلوة بالأجنبية وقد ادعاه بعض شيوخنا بهذه الجملة الأخيرة نشرع في شرح كلام المصنف رحمه الله فنقول هل كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية أو لا إنه عليه الصلاة والسلام معصوم وكان يملك أربه عن زوجته فضلا عن غيرها مما هو منزه عنه فهو مبرأ عن كل فعل قبيح صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام بن العربي فهذه المسألة يا كرام معقودة لما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يدخل على كل من أم سليم وأم حرام وهما أختان بالرضاع إحداهما أم أنس والثانية خالته بالرضاع فيدخل عليهما صلى الله عليه وسلم ويطعم عندهما ويبيت ربما عندهما كما ستأتي الروايات في هذا فما وجه ذلك ولا محرمية ولا نسب بينه وبينهما فلم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أحد سوى زوجاته من النساء وأم حرام وأم سليم ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته جلست تفلي رأسه فنام عندها ثم استيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمة عرض علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة الحديث وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه وإلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك قال إني أرحمها قتل أخوها معي قال الحميدي وأم سليم هي أم أنس بن مالك ولعله أراد على الدوام فإنه كان ربما يدخل على أم حرام وهي خالة أنس قال ابن عبد البر أم حرام هذه خالة أنس بن مالك أخت أم سليم بنت ملحان أم أنس قال وأظنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم سليم فكانت أم حرام خالة له من الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندها وكذلك ينام عند أم سليم وينال منها ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه قال ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق ابن عبد البر عن بعض الفقهاء إنما استجاز أن تفلي أم حرام رأسه لأنه كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد مطلب ابن هاشم كانت من بني النجار وقال يونس بن عبد الأعلى قال ابن وهب أم حرام من إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها قال ابن عبد البر وأي ذلك كان فأم حرام محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيضري يؤيد ذلك ما في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خاله أخ لأم سليم في سبعين راكبا الحديث قال بعث خاله وهذا هو حرام ابن ملحان واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام ابن جندب فلهذا قال أنس خال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أخ أم سليم ولكن هي خؤولة من الرضاعة ولهذا قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما له عليه الصلاة والسلام واختلفوا في كيفية ذلك فمنهم من قال من الرضاعة ومنهم من قال خالة لأبيه أو جده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار ولما تعقب ابن الملقني هنا قال ما ذكره من الاتفاقي على أنها كانت محرما له فيه نظر فمن أحاط علما بنسب النبي عليه الصلاة والسلام ونسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهما قال بعض من تعقب ابن الملقني هذا يجاب عنه بأنه لم يريد النووي أن أم حرام كانت محرما من جهة النسب لكن أثبت المحرمية وهو أعم من أن يكون نسبا فربما كان بالرضاعة كما حكاها ابن عبد البر وذهب إليها بلا شك قال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقال ابن العربي بل يحتمل أن يكون قد دخل عليها قبل الحجاب فأيا كان ذلك فهما وجهان إما خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام من غير إثبات محرمية وإما إثبات محرمية فلا خصوصية ولم يخل عليه الصلاة والسلام بأجنبية قط وحكمه في ذلك لا يختلف عن حكم سائر الأمة بقي في هذا الباب وختام المساء لتنبيه ندعه إلى مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى سائلين الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع وأن يهبنا علما لا نجهل بعده ورزقا واسعا يخفينا وأن يجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة